بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء في اللو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعي قال رحمه الله باب ما جاء في اللو في قول لو فعلت كذا لكان كذا لو لو فهذا جاء فيه أحاديث لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا يقول المنافقون في وقعة وحد لما حصل على المسلمين ما حصل من القتل قال المنافقون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم فلا ينفع الإنسان التحيل على القضى والقدر ولكن عليه أن يصبر ويحتسب نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قوله باب ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمصائب إذا جرى بها القدر لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على ما فات مما لا يمكن استدراكه نعم فكلمة لو لا تجدي شيئا بعد حصول القضى والقدر وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم بدل ذلك أن يقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن نعم فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة نعم الإيمان أي أركان الإيمان ستة نعم والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهله نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر رأيت اليزيد أدخل العلاء يزيد مع أنه اسم علم لا تدخل عليه ولكن الضرورة الشعرية قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قاله بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم لما حصل على المسلمين ما حصل في وقعة أحد من القتل ما كان من المؤمنين إلا التسليم للقضى والقدر وأما المنافقون فإنهم يتلومون ويلقون باللوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم إلى هذا المكان ولأنهم لا يؤمنون بالقضى والقدر ويلتمسون العيوب والتنقص على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا يعني في أخت فرد الله عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم نعم قال ابن اسحاق فحدثني يحيى ابن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال الزبير لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم فما منا رجل إلا ذقنه في صدره قال فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فحفظتها منه وفي ذلك أنزل الله عز وجل يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا لقول معتب نعم فالمنافقون ألقوا باللائم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو السبب في قتلهم ولو كان الأمر لهم ما خرجوا وعرضوا أنفسهم للقتل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا فالله سبحانه وتعالى رد عليهم يقول لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل كتب قضاء والقدر لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم لا حيلة في القضاء والقدر نعم رواه ابن أبي حاتم قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل وحكم حتم لازم لا محيد عنه ولا مناص منه نعم فالله إذا قدر شيئا فلابد أن ينفذ القضاء والقدر ولا ينفع يعني اتخاذ الأسباب في هذا المكان فالقضاء نافذ بلا شك ولا يمنع منه شيء فالمؤمن يطمع أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى وأما المنافق فيتلوم ويتحسر لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا ورد الله عليهم بقول قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا نعم قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال العماد بن كثير الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا أي لو سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إذا نزل الموت إذا نزل الموت فلا أحد يدفعه لا بد أن يأخذ مجراه الذي قدره الله له نعم قال الله تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي إذا كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت فينبغي لكم ألا تموتوا والموت لا بد آت إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم رد الله عليهم بأن قضاء الله نافذ ولا يمنع منه فعل الأسباب فهذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر نعم قال مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه نزلت الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه يعني أنه هو الذي قال ذلك نزلت الآية في عبد الله بن أبي رأس المنافقين أنهم هم الذين قالوا هذه المقالة لأنهم لا يؤمنون بالقضاء والقدر نعم وأخرج البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل يسقط سيفي وآخذه ويسقط وآخذه قال والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبوه وأخذله للحق يظنون بالله غير الحق يظن الجاهلية إنما هم أهل ريب وشك بالله عز وجل نعم هذه المقالة صدرت عن المنافقين هم الذين قالوا لو كان لنا من الأمر شيء يعرضون بالرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلناها هنا يعني فالرسول هو السبب الذي أخرجهم للقتل لأنهم والعياذ بالله لا يؤمنون بالقضاء والقدر نعم قوله تعالى قد أهمتهم أنفسهم يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية فالمسلمون غشاهم النعاس أمنة من الله سبحانه وتعالى وهم في نفس الموقع المخيف ومع هذا غشيهم النعاس فجعل قوس أحدهم يأخذه ثم يسقط من يده من النعاس هذه أمنة من الله جل وعلا أما المنافقون فإنهم لم يأتي عليهم النعاس لأن الخوف أخذ قلوبهم قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر ما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة أحد قال فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان أو كما قال إن خزل معه خلق كثير منهم لم ينافق قبل ذلك فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على الإسلام ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم إذا ابتلوا بالمحنة التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق كثير منهم ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة نعم يقول الشيخ يقول رأينا ما فيه عبرة من مواقف المنافقين عند حلول المصائب أنهم يلقون باللوم على المخلوقين ولا يؤمنون بالقضاء والقدر فتطمئن نفوسهم ويعلمون أن ما قدر لا بد أن يكون نعم وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسل باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المحنة ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما هذه فيها رجع أنه يدخل فيما بعد فدخل الإيمان في قلوبهم وثبتوا على الإيمان أما المنافقون فلا يزالون يترددون في ريبهم والعياذ بالله نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى نعم الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل وأما الإيمان إيمان المنافقين والإيمان الناقص فإنه يتذبذب عند المصائب وقد يزول والعياذ بالله نعم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب إن جهى نعم فالمؤمنون حقا ما تزيدهم المحن إلا إيمانا بالله عز وجل خلاف المنافق فإنه كما قال الله ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني طرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين نعم وقول شيخ الإسلام وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة قلت ونحن كذلك رأينا من ذلك ما فيه عبرة عند غلبة العدو من إعانتهم العدو على المسلمين والطعن في الدين وإظهار العداوة والشماتة وبدل الجهد في إطفاء نور الإسلام وذهاب أهله وغير ذلك مما يطول ذكره والله المستعان نعم يقول الشيخ ترح مان بن حسن رحمه الله نحن رأينا من ذلك ومن هؤلاء القوم الذين إذا نزلت المصائب تزعزع إيمانهم وضعف يقينهم أو زال يقينهم فبادروا باللوم والأقوال الفاسدة تظهر ضاين صدورهم عند المصائب وعند النكبات أما أهل الإيمان الثابت الراسخ فإنه لا يتزعزع إيمانهم عند المصائب ولا يزول يقينهم بل هم ثابتون صامدون ثم في النهاية تكون العاقبة لهم ويخسر المنافقون الكلام على على الإيمان الذي في القلب إذا كان الإيمان الذي في القلب ثابت فإنه لا يزعزعه شيء أما الإيمان الضعيف وإيمان المنافق فإنه يزول عند أول مصيبة وتنكشف سرائرهم وما كانوا يخفون في نفوسهم فالمصائب هي التي تبين الرجال نعم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا